نحبك يا بلادي ونعشق ترابي أرض جدادي نحب بلادي حمله ثمورثي وعشقك ثمورثي وآي كل جذوثي وعملو ثمورثي موسيقى مشاهدين الكرام مساء الخير عليكم مرحبا بكم معنا في حصة خيارات بلادي الموضوع اللي خيرناه لكم اليوم احنا رأنا في موسم الحمضيات رحين نتكلموا على صجرة الليمون أو القارصة هم توجد معنا في الله من ولاية تيبازان رحبو به مساء الخير أستاذ مرحبا بكم بنا في حصة خيارات بلادي بارك الله فيك الأخ الكريم نشكركم على هذا الدعوة على هذا الاستضافة فلاح في شعبة الحمضيات في ولاية تيبازان وفي الوقت الحالي يعني من ثقة الفلاحين اختاروني رئيس مجلس صندوق التعاون الفلاحي للتأمين الفلاحي بالقلعة شكرا الأستاذ طاهر مشاهدين الكرام نروح نشوفو هاد البيتيار بعد البيتيار نعود لحوار ونقاش هاد موضوع موسيقى 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 نريد صلوبة يغرسها بشابة يضرب ضربة ثلاثة ثلاثة نحفر الحفرة في الصيف متر على متر ونضعها حشك الخمرة ونضعها بالتراب السجرة تضنصي في عامين ثلاثة تولية خمسة سنوات تولية قطعة تشينا نحن نضعها النية قليلة النية قليلة كليلة 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 لكن إنسان يعرف ويميز تخلي صجرة كما هذي غد يجو ناس يقول لها يرحم اللي غرسك السعر على القارس الذي يحكم فيه الانتزاهي هم المتحكم في أي حاجة مش غل القارس القارس هذا يميح فيه الزرق ويبيع فيه المواطنين وهو حرام عليهم ماشي حق عليهم جاءوا لناس ويقوموا فيه الرمضان كي يبيعوه في رمضان أسعار ملتهبة ونحن مقبلنا لهم لنبدو فيه بشوية للصوق وننخدموا فيها قبل رمضان إن شاء الله نكونوا سلكنا وننخدموا فيه خدمتنا والناس هذو ربي يهديهم ونحن نقولوا لهم نحن نظرك العشور مكاش الزكاة مكاش يجي واحد يشوف ليه جيد يقف تينا يبدأ للبعد ونقول لك في الحقيقة الحالة شحت بزاف شحت نحن نحن زمان يحتاج ب القارس يحتاج الـ ممتع بل يأكل يحتاج البطاطا يحتاج عليه نحن 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 نشاهد حانا نحن نحن نشاهد شرمات دائرة ونحن نسوا، فيها تقول ما لهم في الصحرانية في الفلاحة لا ينصر اتقول لي من غارفة ليس الجنان الذي يخدم و يدير لنقري و يسقي و يسقي و يعس دائرة على الساس لا يدير 2000 فرق في الكيلو ولا الفرق وهو يدير 10-12 فرق في الكيلو انا كنت اذهب لكي قلعتوه هكذا يعني طايب في وقته واصل في وقته في هلماء يعني النوعية جيدة انا اقول له انا يجيه اسفر يجيه اسفر يجيه اسفر يجيه موش زرق يجيه اسفر يجيه اسفر يجيه اسفر يجيه اسفر يجيه اسفر موش بوصل عند الفلاحين وهم غارسين الأشجار بتاع الليمون وكاين بعد من الفلاحين يعني على ما ينحيوا فيها علش الله ينحيوا فيها إذا كانوا ينحوا في الأشجار ولا ينحوا في السماء كاينلا ينحوا في الأشجار في الأشجار نعم يغرس حاجة أخرى هذي وشي مقولك هذي الغلطة اللي فلاح يديرها مسبقا وكننا اتطرقنا لها في العمل التطوعي وفي النشر في أيام تحسيسية باشي نوعوا الفلاح أول شيء يديره في غراسة الحمضيات هي اختيار المنطقة المنطقة اختيار التربة ثانيا يدير تحاليله تاعة التربة بيعرف يعني هذا النوع ولا هذا الصنف يجي بتاع الحمضيات اللي ينجح في هذا يعني الفلاح تخلى وما نقولوش يعني نقولو كين نسبة مين الفلاحين اتخلات عن البحث العلمي عن المهندس اعطاء القيمة المهندس الفلاحي اذا اعطينا قيمة المهندس الفلاحي راح هو اللي يشخصنا هذا الاشياء ويديرنا برامج يتباحها الفلاح ثالثا اللي اختيار الشتلة اختيار هذا المولود الجديد وينو وضعوه يعني نعرفوا كيفاش نخيروا الشتلة تاعنا كيفاش نخطروا من نشري والشتلة تاعنا اذا كنا راحنا الشتلات معتمدة يعني اللي راي عندنا هنا في الجزائر والحمد لله يا ربي في دولتنا اللي راي انشأت هذه الشتلات على مستوى الوطن يعني وخاصة انت شعبة الحمضيات اللي طورت كثير الا انه بعض الدخلاء يعني يبيعوا هذا الدون يعني مراعات الاصلة تاع هذا الشجرة اللي هذا يوقع للفلاح خلل كما نقولو احنا الشيء الفلاحي راح يخير على شيء اشجار الخيسة قل لك المثل يعني تشري حاجة رخيسة كلفك اخصارة كبيرة يقول لك لي شراء الخصور ما نصوا ما نصوا لهذا الشيء كنا درنا الايام باه يخير الفلاح يخير هذا الشتلة نقول لها المولود لخطرش الانسان كي يغرس هذا السجرة تاع الحمضيات راي تعيش اكثر من ستين سنة يعني تعيش بعمر الانسان يعني كي لا واحد يتهلا في صغير ديانه كي ما يتهلا في صغير ديانه يعني اختيار الشتلة اختيار المنطقة اختيار المناخ توفر المياه توفر المياه يلعب دور كبير يعني في شعبة الحمضيات لهذا الشيء كنا نبهناهم ومشيت انا درت تجربة عندي راني كيراك تقول الناحي اشجار انا يا الغرس القديم اللي غرسناه دول مراعاة يعني هذا الاباءنا ما نقولوش ما يعرفوش ولا كانوا يغرسوا بالموجود اللي كان متوفر ذاك الوقت ما كانوش يغرسوا بالطريقة الحديثة الطريقة العلمية الطريقة العلمية يعني اللجوء الى المهندس مرافقة المهندس مرافقة المعاهد يعني الاختلاط بالمستثمرين الاختلاط كي ما نقولوه الدير في الايام تحسيسية ما يقولش الفلاح ما عندي حتى فايدة ليش نروح لا نعرف رجال نعرف ناس مخلصين لهذا الوطن يعطوني افكار يعطوني يعني حاجة نتطور بها هذا اللي خلاني نحية الاشجار القديمة عندي وعاود خلفتها باشجار جديدة وننصح خوتي الفلاحين من هذا المنبر انهم يديروا المبكرة المتأخرة ويخيروا نوع الشتلة تحهم اللي يديروها نوع الحمضيات را عندنا الله يبارك قارس يجي بنا مكثب في جوي نخيروا الفريتي نوعي الأستاذ طيان يعني أناك روحت لعند هاداك الفلاح اللي كاني نحي الأشجار المتميرات تاعة القارس أو الليمون قال لك رجعت ما تمدلوش الغلاء ما تمدلوش الغلاء ما نربطوهاش دايما بالشتلة شوف ما نربطوهاش دايما بالشتلة نربطوها بالظروف المناخية اللي هذي الخطرة كيما نعطيك أبسط مثال يعني أصحاب الكليمونتين اطلقها وضربها قاسية يعني الفلاحين اللي رام يعانيوا أنا نعطيلك عندي نوع من الأنواع التاع الكليمونتين ما دارتش قاع يعني دير حب زوج في في الوخنين السحاب على هذي نعطيك علاش نخاطرش كين أصناف عن اللي بدينا والدولة يعني المعاهد التي وعنا اللي حب ترجع لفاريتي القدمة الأنواع اللي كانت عندنا الباتريمونتين في الجزائر هنا نحافظوا عليها هي اللي تتأقلم مع المناخت تعنا هي اللي تأمه كين أنواع جدد اللي مازلنا في التجربة يعني حتي أصحاب الشتلات مازل ما عندهمش تجربة عشر سنوات خمستاشن سنة يعني يجيبوها جديدة وكأنها تكون في مرحلة تجربة لهذا الشي وش نقول ننصح يعني من الباب هذا الباب أنهم المسؤولين تواعنا لهذا القطع ولا المعاهد ولا يعني أصحاب الشتلات ما يمدوش يعني على المباشر يمدو هذه النقلات وكأنهم يجربوا في الفلاحين لا يعطوا لهم الأشياء المجربة الأشياء المقاومة للمناخ التاع الجزائر يعني يحافظوا عن النوعية يعني يشوف تربة ديالو يعيروا التربة يعيروا اللي يعيروا الشتلات يعني يعني يتابعوا يتابعوا لخطر شو هو ره الصورة تاعوا عند فلاح واحد آخر لهذا الشي يبقى أصحاب الشتلات يتابعوا الناس اللي مدوهم الشتلات تاحهم والمعاهد التبع والمهندس يتبع أي خلل أي خلل اللي يكون لنا في الفلاحة ما نخلوش ناس واحد آخرين ولا النوعية هذي تزيد تتوسع عند فلاحين واحد آخرين بهم ما يحدث لهم مش خسائر كبيرة والفلاح يتكسر ما تنساش السجرة الليمون هي سجرة اللي راي تمدلنا على هذه الخطرات وكينشي خطرات نقولوا التغيرات المناخية تمدلنا على هذه الخطرات ايه نشوفوا تأخر هذه الخطرة يعني تسألتني أنتا قبل من ديروا هذه الحصة عليش رانا نشاهدوا الكليمونتين ولا الطامسون ولا الليمون راهم يبيعوه سرقين ويبيعوه أنا قلت لك يعني من أسباب إعطاء اللون في هذه الفترة هو تأخر الأمطار هي الأمطار هي اللي تعطينا اللون تاع البورتغال والتاع الحمضيات اللون تاعها كان أحمر أو كان أسفر السجرة كي تشرب يعني الماء وتروى من الورقة تاعها وتروى وكين هذيك الرطوبة تولي كي ما يقولك واحد في الذاكرة تاع السجرة تعطي بتعطي اللون تاعها وتعطي المذاق الطيب بالتاعها يعني كي تلحق هذه الحبة والسجرة وهي مرتاحة لتعطي اللون ديلها سبحان الله ربي سبحانه ربي سبحانه خلقنا في هذا السجرة وكأنها هي كائن حي هي السجرة الفلاح اللي يدخل للحقل تاعه وما يهدرش مع السجرة ما يهدرش معها كان يقولي كيفاش كل إنسان عنده لغة تهدر معها كل مخلوق ولغة تهدر معها أنك تقسم السجرة تاعك تشوف لون الورقة تشوف الجذع تشوف الأغصان هذا حديث أنها عدشانة أنها مريضة بارك الله فيك بارك الله فيك اللي قدمتم للمساعدة آمين إن شاء الله عبر ربيك مساعدين الكرام نروحوا نشوفوا ركن إرشادات فلاحية بعد هذا الفاصل السلام عليكم إخواني الفلاحين اليوم في ركن إرشادات فلاحية سنقدم لكم أهم الأفات والأمراض التي تصيب الحوامض لكن قبل هذا سوف نتكلم لكم على بعض الإنشغالات أخواننا الفلاحين والذي راهم دائما يوقعوا فيها وهي أنهم بعض الفلاحين راهم يقولوا باللي المعالجة اللي راهم يقوموا بها ما يشططي نتائج من المرجوة قبل أي معالجة يجب أن نقوم بالتشخيص الجيد للأفات أو الأمراض وهذا لكي نتدخل في المراحل الأولى للمرض أو للحشرات التي تصيب الحوامض وفي هذا الوقت بدات وفي هذه المرحلة من نمو الحوامض هناك حشرة التي تؤثر وتدير خسائر كبيرة على الأشجار الحوامض وهي الذبابة البيضاء كما يسموها الفلاحين توعنا الناموسة هذه الذبابة البيضاء يعني تنتمي إلى فصيلة فصيلة الحشرات الثاقبة المصة بعض الفلاحين راهم يقولوا رانا نستعملوا الأدوية ولكن النتيجة راه قليلة حنا ننصح الفلاحين باش لما يجي يستعمل الدواء يجب أن يقوم بالتشخيص الجيد للحشرة وفي أي مرحلة هي هذه الحشرة لكي نختار المبيض الذي يلائم المرحلة الموجودة فيها الحشرة لأننا نعلم أن هذه الحشرة تمر بمراحل يعني تكون حبارة عن حشرة لها أجنحة وتطير وكذلك هناك يارقات وهناك عضراء التي تسبب الأضرار هي اليارقة إذن لما نختار المبيض نختار المبيض على حسب المرحلة التي تكون فيها الحشرة وهذا لكي تعطينا نتيجة جيدة كذلك لازم نحترم المدة بين معالجتين بين المعالجتين لكان بين المعالجات الأولى والثانية سبعة أيام أو ثمانة أيام لازم نضي المعالجة الأولى وعد ذلك لنضي المعالجة الثانية نبقى 8 يام باش ندير المعالجة الثانية ما نديرهاش بعد 15 يوم ولا 20 يوم نديرها يعني على حسب التباعد بين المعالجتين لكان 8 يام ولا 10 يام ندير في 8 يام ولا 10 يام المعالجة التاعي وهنا تكون النتيجة جيدة اخواني الفلاحين وفي الاخير اخواني الفلاحين اذا احتجتم اذا نصائح او ارشادات ما عليكم الى الاتصال بحصة خيرات بلادي من تقديم مصطفى تدريس والان نترككم مع بقية البرنامج والسلام عليكم المرشيدين يخرجوا للميدان عند الفلاحين ويعطوهم نصائح وارشادات فلاحية انت وش تقول على هات المرشيدين صدقني الدور الاهم في الفلاحة هو ربط الادارة بالفلاح بالمزرعة ذرك خلاص العمل في المكتب ولا في الغرف ولا ذرك عندنا عمل انا كيما يقول لك واحد عندي مهمة نقوم بها هي اختار الفلاح اخباره بالتأمين الفلاحي هذا راها استثمار في حد ذاته يحمي المهندس الفلاحي يقدم المعلومات اللي يتبع بها الفلاح يكون هو يديك لونشي كيما نقوله احنا يعلن الخطر قبل انتشاره قبل وقوعه بهذا الفلاح ولا داخل القوقعة داخل المزرعة تاعه يعني دايما يقول انا نقول له من هذا المنبر يعني الارشاد الفلاحي عنده دور كبير وفي حد ذاته هو استثمار للفلاح يعني يقيه من كي نقوله ارشاد في التأمينات الارشاد عن الامراض الاشراد عن التسميد يعني الارشاد عن اختيار النباتات الشتلات المنطقة هذا كله يصب في تحسين الانتاج تحسين نوعية الفلاحة الحفاظ على المستثمر الفلاحي على ما يملك هذه كلها يعني سلسلة مرتبطة الحلقات التوحى كلهم مع بعض با نرتقي بهذا المنتوج الفلاحي يعني الى مناصب عليا يعني نكونوا نقدموه رسالنا مرفوعين للمستهلك الجزائري وللمستهلك يعني في دول اخرى في دول كي ما يقول لك واحد اللي نعرف بها اللي رامي طالبو قاب المنتوج يعني في اخر حالة دول الخليج دول افريقيا يعني ننتهز هذا الفرصة بنكسب هذا الاسواق بالمنتوج الجيد المنتوج الجزائري نعم يعني احنا لدينا منتوج جيد وما شاء الله هذا المنتوج القابة كانت في خارج الوطن صدقني كانت لي جولة نعم يعني الفرنسا وانا كي نقول فرنسا فرنسا كانت يعني كانوا معارض كانت معارض فلاحية ويعني الجزائر تشارك في هاد المعارض واتحصلت على المرتبة الاولية يعني اش حال من اخترها يعني كيشوف هنايا كي نروح يعني عندنا الجالية الجالية الجزائرية اكبر عدد من الجالية الجزائرية في فرنسا يعني صدقني هما الصورة تعل منتوج التاعنا في دول في المانيا في بولغاريا في رومانيا في روسيا في هاذو هما اللي مكنونا لو كان نكتسبوهم يعني يكون عندنا ربط مع السفارات التاعنا في الخارج المنتوج التاعنا نوصلوه يعني في اقصى بقاع العالم هذو المنتوج الجيد اللي راهم الناس اللي يجاوا عندنا هنا كسياح اللي راهم ذلك يطالبوا بينا ناخذ بورتغال ناخذ يعني بلاد الحمضيات يعني كنصيب يحوسوا على المنتوج يعني الجزائري يعني نفرح نقول سبحان الله حمضيات بحمضيات المنتوج الجزائري فيه سر انا ننصح خابتي الفلاحين كل ما قوينا من القارس من الحمضيات تاع القارس يعني هو مطلوب عالميا يعني الليمون مطلوب عالميا يعني هو سبحان الله دواء دواء شفاوة دواء شفاوة دواء فيه مطلوب عالميا ننصحهم الكل يعني كل فلاح عنده مساحة حمضيات يدير فيها يعني كم يقول لك واحد ولا وقتار زوج ثلاثة تاع هذ الانواع الاصناف تاع هذا الليمون بيكون متوفر ونوفروه يعني لمستهلك بأثمان معقولة أنا ما قلش الفلاحين كين يشيروا لك القارس كي يكون الاسعار تاعه معقولة ويدوها الغرف التبريد يعني كي تكون الاسعار يعني مرتفعة يخرجوها للسوق ولا يخرجوها في شهر رمضان انتو وش تقول على هذة الظاهرة شوف ظاهرة ظاهرة يعني كيم يقول لك واحد احنا صدقني الفلاح من طبعه انه كريب من طبعه انه كيم يقول لك واحد يتصف بصيفة الفلاح الفلاح يعني ما نزيد لك صيفة يعني في هذة الشي كين بعض التجار احنا وش نقوله بعض التجار يعني نتمناوا احنا ما نوجهوا لهم بأي اتهام ولا اي نتمناوا لو كان يراعيوا هامش الربح هامش الربح بما يحرقوش به الانسان هذا تاع مصدر الانتاج يعني تاع الفلاح يحتار مهامش الربح حتى ويدخلوه في غرف التبريد با يستعملوه الفترة من الفترات لخطرش القارس الليمون ما وليش عندنا الفترة من الفترات وما يزيدو له ذاك الشهر با يكون الفترة هذيك يعني ما ينتهزوش هذا الفرصة ويطلعو له في الاثمان بتاعه اللي تولي بين المستهلك وبين الفلاح تولي هذيك النظرة احنا ان شاء الله بربي راي عندنا شباب راي عندنا ناس وعيين الرشيدة تاع رئيس الجمهورية ما نقولوش رئيس الزعيم رئيس جمهورية رئيس يعني يوقف والله يوقف وهذا هو الشي هذا هو الشي يعني يعني مين من الفلاحين هم فرحانين والله غير الحمد لله يعني شفنا تغير في معاملة الادارة يعني كاين الله يبار كاين دعم كاين يعني كل ما يخدم الا انه بعض المشاكل هذي الى ما يدخلش الفلاح ما يخليش مكانه فارغ في اي مكان التاعه هو ما يخليش فارغ للناس وحده آخرين لهذا نوجه له دعوة للفلاح انخرط في الجمعيات انخرط في الغرف انخرط في ال روح للايام تحسيسية هذا وش النهار شكرا سيدي برك الله فيك مشاهدين الكرام نرح نشوفوا اسعار الخضر والفواكه ولحم البيضاء تحادل اسبوع اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 غدوة من غدوة المزرعة التاعه متوفر فيها كلش على الأقر راه نقص في زيادة الأسعار يعني بها يروح يزيد يخلي الإنتاج كي يتوفر الإنتاج بكميات كثيرة يعني ولا بد الأسعار أنها تنخافض لهذا لو كان كل فلاح يعني يربي جاجة يربي حيوان يربي بقرة عنده في المزرعة راه يعني يدير اكتفاء ذاتي التاعه وعنده منتوج يعني اللي يكون معروف به لهذا نشاهده الفلاحين المتطورين الفلاحين اللي خممه يعني بحكمة أنه المزرعة تاعه تكون يعني مدرسة الأولاده والغيره ويوكل جوارينه بها راه دارنا اكتفاء ذاتي وراح يحقق بأن حققه الأمن الغذائي اللي راي تنادي به وزارتنا وزارة الفلاحة إن وقت الحصة ما بقناش واش منصحة مدهل الفلاحين اللي هم يشاهدوا فينا والله يعني النصيحة اللي خدموا بيها أجدادنا وما كانش عندهم علم بالفلاحة ونجعوا بيها كانوا يسموها التويزة دركة ولينا نسموها تعاون ولينا نسموها تعاونيات فلاحية ولا عندنا صندوق تعاون فلاحي للتأمينات الفلاحية أنهم ينخارطوا أنهم يديروا اليد في اليد ما يقولش أنا عندي حمضيات ما عنديش علاقة مع مولبقر ما يقولش أنا فلاح ما عنديش علاقة مع هذاك قاعدنا علاقة في الأرض هذه هو يشري الحمضيات ونشرع ليه الجاج ورنا قاعد مرتبطين نوفر الأمن الغذائي لبلادنا والحمد لله من نعمة تاع اللي عندنا في الجزائر أن هذا الوطن محمي بدماء الشهداء من عند ربي سبحانه شكرا سيدين المعلومات والنصائح لقدمتهم لمشاهد الكريم وكان الحديث معك شيق مشاهدنا الكرام كان معكم مصطفى تدرس في حصة خيارات بلادي هكذا ببقى ليقولكم بقى والأخين تلاقوا في عدد آخر بحول الله سلامت الله ونحن بلادي